شارع البنات أو شارع العرسان أو شارع المستنصر قديما كلها أسماء تشير إلى ما بات يعرف اليوم بشارع النهر في بغداد الذي يمثل أحد أكبر وأرقى أسواق العاصمة منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمان أو قل كان كذلك منذ سنوات كان الشارع يغص بزائريه حتى تكاد لا تجد موضعا لقدم فيه بسبب الزحمة أما اليوم فالصورة تكفي لتكشف كيف صار الشارع خاون إلا من تجاره وقليل من المشترين والله هسا يعني الأعمال واقفة بالأول أفضل يعني بالأول كان أحسن الحركة النساء أكثر حسا ماكوا معا يعني أسباب أكو ثنين نسوان وإذا أكو ثنين نسوان موظفات إدن البونجي جني أوضاع العراق عامة والعاصمة بغداد خاصة منذ احتلالها عام 2003 حولت الشارع الذي كان يغذي بغداد كلها إلى سوق شحيح بأهله خصوصا مع حكومات متعاقبة توارثت الفساد لم تعر للتجارة والاقتصاد المحلي بالا وسط إهمال وفوضى متعمدة ضحيته العراق والمواطن فيه الحركة حاليا حاليا ضعيفة لأنه أصلا الوضع البلد هو مو صحيح فالحركة ضعيفة يعني يمكن قبل سنة أحسن من هذه الحركة حاليا رواد السوق أصبح قلة ومن فئات محددة بعدما كان يتسع لكل زائر فمنهم من لا يأمن دخوله بسبب الوضع الأمني ومنهم من منعه وضعه المدي ومنهم من يأتي يقف أمام محال الشارع يملأ عينيه من محتواه ثم يغادر خاليا الوثاض يكتفي بالنظر يعني ورد السقوط أصلا تغير الحال لأنه صارت الدولة تهملة الزبالة بكل مكان ماكو إدارة ماكو يخط يعني بس مجرد سوق أي واحد يجي يفوت به الباع المتجولين ماكو براقبة ماكو باع متجولة ولا أكو كانوا المقادي ماكو كان يجي ماكو يفوت شارع النهر هذا هو شاهد آخر على الوضع المتردي الذي وصل إليه العراق والذي يعكس الوضع من جوانبه كافاء الأمني والاقتصادي وغيره حتى أصبح اليوم كما معظم معالم بغداد يحتفظ بذكرياته الجميلة فقط شكرا